إذن نتابع وإياكم مشاهدين الكرام هذه الصورة لوصول الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى قصر الإليزي بباريس وطبعا كما نشاهد هذه الصورة لحفل إعادة تنصيبه لولاية ثانية لمدة خمس سنوات طبعا الرئيس الفرنسي كان قد حصل على 58.5% من الأصوات في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أسبوعين في فرنسا وكان قد تفوق فيها على مارين لوبين التي حصلت على 41.4% اليوم وفي هذه اللحظات نشاهد وإياكم حفل إعادة التنصيب وصول الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حفل إعادة تنصيبه كرئيس لفرنسا لولاية ثانية لمدة خمس سنوات طبعا بحسب البروتوكول المتبع خلال حفلات التنصيب السابقة يفترض أن يبدأ الحدث بإعلان النتائج الرسمية للانتخابات من قبل رئيس المجلس الدستوري وكما ذكرنا كان قد حصل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون على 58.5% من الأصوات في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات طبعا تبدأ هذه الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس إمانويل ماكرون وسط العديد طبعا من الملفات الهامة وأبلس هذه الملفات هي الأزمة الروسية طبعا الأوكرانية الجهود التي تقودها طبعا فرنسا لإيجاد حل هذه الأزمة وأيضا كذلك طبعا العديد من الملفات الداخلية أيضا التي تنتظر الرئيس إمانويل ماكرون وفي محيطه أيضا حتى مع الاتحاد الأوروبي طبعا كل الأحزاب اليسارة واليمين من الطيف السياسي الفرنسي تتطلع إلى إقامة تحالفات لمحاولة التغلب على حزب الرئيس ماكرون الذي وعيد تسميته بحزب النهضة في انتخابات الثاني عشر والتاسع عشر من يونيو لاختيار أعضاء مجلس النواب طبعا بالبرلمان الفرنسي طبعا كان قد فاز بولاية رئاسية ثانية الشهر الماضي لكنه سيحتاج طبعا مشاهدين إلى أغلبية في البرلمان حتى يتمكن من المضي قدما في بعض طبعا السياسات منها طبعا سياسات تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عاما من 62 حاليا وهو طبعا ما يعارضه اليسار واليمين أيضا على حد السواب وطبعا تبلورة تحالف الكتلة اليسارية تحت قيادة رئيس حزب فرنسا المثير للجدل جان لوك ميلونشون الذي أخفق في الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية كذلك أيضا هو الآخر في الشهر الماضي إذن هذه الصور التي نتابعها وإياكم لحفل تنصيب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لولاية ثانية لمدة خمس سنوات في قصر الإليزابي العاصمة الفرنسية باريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر